منافسات الجولة 19 من دورك أسامير محمد بن سلمان بأربع مباريات الرائد يواجه الاتفاق، الحزم يواجه الشباب، الفيصلي صديف دمك والأهلي قابل التعاون حسين الطائي وقراءة في هذه المباراة ها هي عجلة الدوري تعود والبداية مع ثامن الترتيب الرائد حيث يستقبل الاتفاق العاشر بعد تعادلهما في الذهاب بهدفين لكل منهما وفي مواجهة المنتظرة حيث دعم أبناء القصيم الفريق بعدة تغيرات بداية من المدرب البرتغالي جوابيدرو وبعد خسرتين نقاط الاتحاد والحزم وإقالة الإسباني بابلو ماشين وفي ظل صعوبة الحصول على الكفاءة المالية لتدعيم الفريق يعتمد كثيرا الرائد على كريم البرقاوي وإيدير لوبيز ومحمد فوزير ورائد الغامدي أما على الجانب المقابل فالاتفاق من انتعش بعدة صفقات جديدة غيرت من شكل الفريق بداية من النجم الألماني أمين يونس ويوسف نياكاتي وتم الاستغناء عن وليد آزارو ودي سوزا فيما يحتل فارس الدهناء المركز العاشر برصيد 19 نقطة ومتعرضين لسبع خسارات وبنفس الرصيد بالتعادلات متذيل الترتيب يعيش أياما صعبة رغم ذلك كان من أكثر الأندية نشاطا في الشتوية حيث وقع مع ثناء المغرب نوفل وعبد الإله والنيجيري إزكيل والصر بلوكا وصالح الحارثي وحبيب الوطيان الحزموية مع ذاق طعم الانتصار إلا في ثلاث مناسبات هذا الموسم وبأضع في خط هجوم أما الضيف الشبابي ثالث الترتيب يدخل برغبة قوية لكسر التعادلات الثلاثة وبأعلى معدل هجومي مناصفة مع الاتحاد مستقطبا الأرجنتيني لويز فيتو من الهلال والبرازي لإيقايا سانتوس والكاميروني جوي ماري دون أي غيابات يبدأ شاموسك اللقاء ودون شك رمانة الميزان بنيغا سيكون في الانتظار لحظ النقاط بذكريات مواجهة الذهاب التي انتهت بثنائية لإيقالو المنتقل حديثا للهلال اللقاء الثالث سيجمع الفيصل الخامس عشر وضمك الخامس بعد لقاء الذهاب الذي انتهى بهدفين للأشياء ضمك البداية مع المصدف حيث تعاقد مع ثناء البرازي لروسي وفيارا والمهاجم الأسترالي مارتن بويول وتم الاستغناء عن رافيل سلفا والفرنسي رومان فيما سيكون الاعتماد على هداف الفريق تافاريس بحصد النقاط خاصة أن النابز دير لم يحقق على انتصار منذ سبع مباريات على النقيد تماما ضمك من يقدم موسيما لا ينسى حين ينافس على المراكز المتقدمة مع الأندية المخضرمة في نيل اللقاب حيث تم تعزيز الفريق بجوزي أنتونيو وإعادة تسجيل الكرواتي أنتونيش ودون شك سلاح الفريق يتمثل بزيلاي الهده أخيرا وليس آخيرا الأهلي من يعيش أوقات صعبة بمركز تاسع وبست خسارات وبوداع ثناء في غاية الأهمية أولا الحرس محمد العويس وثانيا معتز هساوي وتعاقد مع أيمن يحيا والمقرن وفرانكوم ومجرشي والبرازيل المخضرم إدواردو وودع أسماء أخرى بين يعارة وإنهاء للتعاقد خاصة أن الأهلي ما ذق طعم الانتصار إلا مرة واحدة في آخر سبع مباريات يقابل التعاون من يسعى كذلك لمصالحة الجماهير بعد آخر خسارتين من الهلال والنصار حيث وقعت الإدارة مع الكونغولي كريستيان والإسباني ألفارو والمصري مصطفى فتحي والهولندي أشرف أما لم يتغيير الوضع الحالي فمن سينتصر رغم ذكريات الذهاب التي انتهت بهدف لكل منهما حسن الطائي صاد الملعب